موسيقى موسيقى أهلا بيكو بري ثري مرة تانية النهاردة ان شاء الله هناخد الجرافينج هنلون وهنرسم احنا درسنا قبل كده البكتوغراف والبارغراف وكمان اللاين بلوت هنعدهم تاني بس بشكل اوسع شوية اول حاجة عندي البيكتوغراف ايه البيكتوغراف ده هيرسم لي تابل وفيه سور التابل اللي قدامي ده بيمثل عنوان الموضوع السؤال الفصول المفضلة بعد الناس بتحب الشتاء بعد الناس بتحب الصيف طيب انا عندي الاسبرينج ده سيملي ثري هابي فيسس السور كام فيس يا مستر سيكس هابي فيسس الفول ثري هابي فيسس الوينتر عندي كام فايف هابي فيسس طيب كل شكل او كل تابل بيكون لي كي طب يعني اي كي يعني مفتاح مفتاح اللي عندي هنا جست هابي فيسس ايكولس تو سيودنس يعني الهابي فيس الواحد الفيس بيمثل تو سيودنس بيسألني اول سؤال بيقولي هاو مين ستودنس سيد دي لايك سامر يعني كام واحد قال انه بيحب الصيف يبقى عيني على السامر يا مستر هاو ميني هابي فيسس قلناها جست كاونت قدهم هتلاقيهم سيكس هابي فيسس كل هابي فيسس يا مستر ايكولس 2 سيودنس يبقى تو دي هتتكرر كم مرة سيكس تايمس يبقى انا اقوله 2 بلاس 2 ايكولس 4 4 بلاس 2 ايكولس 6 6 بلاس 2 ايكولس 10 10 بلاس 2 10 بلاس 2 هاو ميني مور ستودنس يا مستر ستودنس ستودنس السؤال التاني بيقول لي هاو ميني مور ستودنس ستودنس خد بالك كلمة هاو ميني مور اول ما تشوفها في معناها يا مستر سبتراكت يبقى في حاجة كبيرة وحاجة صغيرة هنعمل لهم الاتنين سبتراكت طيب هو بيتكلم على الوينتر والفول يبقى خل عينك على الوينتر والفول الوينتر يا مستر how many happy faces 5 طيب يبقى يا مستر we will repeat 2 5 times يعني انا التو دي هاكررها يا مستر خمس مرات تطلع كام صح 10 students طيب الفول يا مستر سهلة جدة 3 happy faces يبقى 2 ها تتكرر 3 times because it will be 6 now 10 minus 6 equals واط يا مستر equals 4 يبقى اللي بيحب الشتاء اكتر من اللي بيحب الخريث كام طالب عندي 4 students number 3 how many students say they like spring or winter كلمة or معناها انك هتجمع spring والوينتر مع بعض طيب عينك على spring how many students like spring or the three faces it will be 6 طيب الوينتر احنا لسه ايلينا من شوية 10 students it will be 10 students plus 6 students it will be 16 students اخر سؤال عندي بيسألني على total number of students يعني انت هتجيب number of students of each season وتجمعهم sparing 6 summary 12 full 6 students winter 10 students لما تيجي تعملون plus total number of students let's have another example بعد كده عندي bar graph ايه هو bar graph اخذناه قبل كده bar graph معناه هتمثل الدات اللي عندك بالاعمدة يعني انت هترسم اعمدة او الاعمدة هتكون مرسومة عندك كل اللي عليك بس هتلول او هتظلم موضوع السؤال اللي عندي اللي هو scholastic activities الانشطة المدرسية اللي عندي طبعا الـ mark الدرجة بتاعت كل activity كانت كام كانت 12 20 15 10 هنعتبر ان انا اشتركت في الـ activity و جبت المارك بتاعتي في الـ 12 math 20 عشان هنشطر في math science 15 english 10 عايز امثل scholastic activities او الـ data الموجودة عندي بالـ bar graph هنرسم 2 lines واحد vertical والتاني horizontal يا ميستر الـ vertical هنا انا هحط عليه activities الـ Arabic و math و science و English طيب horizontal هحط عليه المارك و خد بالك انك انت عندك نوعين ممكن تعكس يعني تخلي horizontal و هتلاقيها موجودة في الكتب و vertical هيكون عليه المارك بس هنا اللي موجود عندي vertical موجود عليه activity و horizontal موجود عليه المارك طبعا انت شايف الـ numbers موجودة عندك 12 15 10 ممكن اخد التدريج بتاعي 2 4 6 and so on يبقى انا هقول ابدأ 0 2 4 6 انا هنا باخد مين الـ even numbers اخدناها قبل كده الـ Arabic انا جبت فيه كام 12 يبقى انا هرسم هنا bar عمود 12 او height 12 الماث يا ميستر كام صح ده اكتر حاجة 20 طيب 15 خد بالك 15 is between 14 and 18 ما بين دي ما بين دي طيب الـ English يا ميستر اقل حاجة جبت فيها طلع كام 10 marks تعال ناخد example تاني بيقول the following table shows the number of students and their favorite subjects طبعا احنا عارفين كل الناس ما بتحبش كل المواد فيه ناس بتحب الـ Arabic فيه ناس بتحب الماث فيه ناس بتحب science and so on طيب انا عندي خانتين الخانة الاولى مكتوب فيها subject والخانة التانية مكتوب فيها كلمة اسمها tally خدناها قبل كده معناها علامات يعني انا العلامة الوحدة الشرط الوحدة عندنا بتمثل just one student يعني لو انا هتكلم على number of students of Arabic حب العربي يا مستر كانوا كام four students طيب الماث اللي على بعضهم دول الحزمة اللي على بعض ديت بنسميها five students plus one it will be six الانجلشي مستر five science three طيب هو عايز ايه؟ هو عايز يعمل هنا البارغراف طيب الاربك كانوا كام four يبقى انا هظل four الماث صح six students يبقى انا هظل six الانجلش كام يا مستر five يبقى انت just color five squares طيب science cam three وهكذا ممكن يسألني على الجراف الموجود عندي بيقول لي ايه؟ بيقول لي the most favorite subject is what مين اكتر مادة الناس كنت بتحبها؟ صح هي مين؟ هي الماث يبقى انا بقول له the most favorite subject is what is math طيب انا هسألك سؤال مين the least favorite subject is what؟ مين اقل مادة الناس كانت بتحبها؟ هي مين؟ صح هي science بعد كده عندي line plots ايه هو line plot؟ بيقول لي line plot uses the number line to show how often something happens يعني انت هتستخدم line plot لتمثيل ال data اللي عندك زي بالضبط البورغراف هي بديني نفس الجدول الارابيك والماث والانجليش والساينس ويدين نفس ويدين نفس طبعا النامبر انت حضرتك هتكتبه بناء على ايه؟ بناء على تالي مارك طيب يا مستر الارابيك 4 الماث 6 الانجليش 5 الساينس 3 على طول ازاي نرسم بقى line plot من اسمه ارسم منظر line وحط عليه السوبجيكت الارابيك والماث والانجليش والساينس طيب يا مستر الارابيك 4 يبقى we have 4 plots عندي اربع علامات يا مستر ممكن تستخدم ايه؟ حرف الاكس يبقى انا هرسم حرف الاكس هنا كم مرة؟ 4 times الماث يا مستر 6 students خلاص يبقى انا هرسم the letter x 6 times 6 مرات الانجليش صح يا مستر 5 الساينس كام 3 بناخد كمان اجزامبل بيقول length of primary 3 students hand from rest to the middle finger يعني الجدول اللي قدامك ده بيمثل طول ادين طلاب جري 3 في كلاس من نهاية اليد لغاية الاسباع الاوسط طيب اللينث 10 سنتيمتر اتكرر كم مرة في الكلاس يا مستر؟ 2 times 11 3 12 4 students 13 سنتيمتر 4 students 14 سنتيمتر 6 6 students 15 سنتيمتر 4 students and so on طيب كل اللي تعتمله just draw the number line and write the length هتكتب الأطوال تحت طبية الأطوال يا مستر اللي هي 10 11 12 13 14 15 طيب من الطلاب في الكلاس عندي طول ايديهم 10 سنتيمتر يبقى خلاص انا هعمل هنا 2 marks or 2 plots حرفين x بتكررين يا مستر 11 3 مصبوط 12 4 13 4 14 6 خد بالك بقى مين اكتر طول هنا هتكرر داخل الكلاس اللي هو مين صح 14 سنتيمتر ممكن اسألة السؤال دي complete بعد كده اخر حاجة عندي 4 x بالنسبة لل 15 سنتيمتر السؤال اللي بعد كده بيقول لي هو هنا عايز يرسم طبعا انا هنا عندي بسألة مشهورة جدا الميوزيك دخل فيه كام 8 اللي بروري 12 فيتر معناه ايا مستر معناه اللي بيحبه المسرح و которые جمعه الرسم كانو 4 هنا انا عايز ارسم البرغراف بسرعة اضع activity number of the students طبعا 2 lines horizontal and vertical البرغراف حضط عليه activity vertical number of the students عند الصغيرة وموجودة 02468 and so on. كم واحد في الموزيك ايت يا مستر؟ يعني انت هتظلل بس ايت يا مستر كانوا كانوا كام يا مستر؟ 12 يبقى انا هظلل 12 يا مستر طيب الثياتر اللي هو المسرح كان 14 يبقى انا هظلل 14 يبقى انا سألني سؤال زريف يعني من اقل عدد لا اكتر عدد دخل في معناها من الصغير الكبير اصغر عندي دخله عدد منه الطلاب هو مين بعد كده صح ميوزيك لايبوري and theater let's have another example form the table then draw the line plot هنا هناخد نفس الاكزامبل بس هنرسمه باللين بلوت يا مستر اللين بلوت يبقى انا هرسم number line بعد كده حط عليه الاكتفيتز اللي عندي بالنسبة للميوزيك 8 I will draw 8 اكسس طيب اللي برية مستر 12 I will draw 12 اكسس theater I will draw 14 اكسس it's easy draw I will draw 4 اكسس نفس السؤال arrange the activities in ascending order draw music library and theater اخر اكسامبل عندي بيقولي draw the pictograph مديني table بيمثل activity والتالي والنمر انت هتكمله طيب اللي دخله sport activity النشاط الرياضي كانوا 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 4 students theater كانوا 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 4 students singing النشاط اللي هنا كانوا كانوا كان 5 plus 2 it will be 7 students الميوزيك في الاخر six students طبعا هنرسم تيبل تاني انا هكتب الى activities sport theater singing music وبعدين هاختر لنفسي key just happy face equals one student ممكن تستخدم اي شكل مفيش مشكلة بالنسبة لل sport number of students equals four so i will draw four shapes or four happy faces هترسم four happy faces اربعة اوجه مبتسمة بالنسبة للمسرح برضو زي four happy faces singing seven happy faces and the music six happy faces بيسألني سؤال في الاخر بيقولي which activity has the most number of students مين اكتر activity في عدد من الطلاب طبعا the singing activity بكده يبقى احنا انتهينا من درس الجرافينج متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة